في الكون الشاسع ما يلمع ويضيء إنها النجوم تبعد عنا بضعة سنوات ضوئية بمعنى آخر مليارات الكيلومترات نلتفت إلى ضوئها الجميل والخادع الذي يلون سماءنا وننسى أنه ناتج عن أعنى في عملية كيميائية في الكون تلتهم كل ما اقترب إليها النجم جسم غازي مكون من عناصر مشعة كالهيدروجين والهيليوم تتفاعل لتكون جسم كرويا متماسكا بفعل قوى الجاذبية التفاعل هذا يسبب ضغطا هائلا وارتفاعا فائقا في درجات الحرارة منتجا اندماجات نووية وطاقة على صورة إشعاعات كهرومغناطيسية تضيء بها النجم النجوم أكبر مصدر للطاقة في الكون تستمد الكرة الأرضية طاقتها من الشمس وفي مجراتنا درب التبانة نحو مئة مليار نجمة أخرى أما في الكون فهناك تريليون مجرة ولكل مجرة نحو مئة مليون نجمة كحد أدنى أعمار معظم النجوم التي نعلم بها تتراوح ما بين مليار وعشرة مليارات سنة النجوم التي ترسم صورا في السماء تسمى كوكبات ويطلق عليها اسم يدل على الشكل التي رسمت أكبر كوكب هي الشجاع وأصغرها الصليب الصغير وبينهما أكثر من ثمانين كوكبة أخرى